اشتركوا في القناة ومشاركة سعادة السفير مساعد وزير الخارجية لشؤون متعددة الأطراف وسعادة السفيرة مساعدة وزير الخارجية لشؤون السياسة الأمنية وخلال الاجتماع رحب سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة بزيارة ناجحة لفخامة الرئيس الصربي إلى مملكة البحرين خلال الشهر الماضي والتي أثمرت عن نتائج إيجابية ووضعت ركائز شراكة ثنائية متنامية بين البلدين الصديقين مشيرا إلى التوقيع على مذكرة تفاهم حول التشاور السياسي بين وزارتي خارجية البلدين باعتبارها خطوة مهمة تعكس المساعي المتواصلة للبلدين الصديقين في إطار تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف مجالات التعاون وأكد سعادة وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدوليان السياسة الخارجية لمملكة البحرين والتي رسمها باقتدار حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه تستند إلى مبادئ التعاون الإيجابي وتعظيم المنافع المتبادلة مع كافة الدول الصديقة مبينا أن المملكة تعتبر سوقا واعدا للاستثمارات في مجالات الاقتصاد الذكي والقطاعات الحيوية والطاقة المتجددة والسياحة وغيرها من الأنشطة الانتاجية هذا ودعى سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد الخليفة إلى تكثيف التعاون المشترك لمواجهة تدعيات جائحة فيروس كورونا كوفيد-19 مستعرضا في هذا الشأن الجهود المتميزة والتدابير الفاعلة لفريق البحرين الوطنية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس منجسل زرع حافظه الله من جانبه أعرب مساعد وزير الخارجية للشؤون الثنائية بجمهورية صربيا عن تطلع بلاده لتطوير علاقات التعاون والتنسيق المشترك مع مملكة البحرين في كافة المجالات متمنيا للمملكة دوام تقدم والازدهار شهد الاجتماع بحث تطوير مجالات التعاون الثنائي بما يصب في صالح البلدين والشعبين الصديقين كما تم تبادل وجهة النظر حول الأوضاع والتطورات الجارية على ساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر